السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب دي رسالة الملايكة لكم النهاردة رسالة شفا في اي وقت باذن الله هي لك لك فيها رسالة عايزة تقصلك في هذا التوقيت باذن الله ورسالة النهاردة بتقول انك لازم تتغلب على المواقف اللي انت فيها انت في موقف تعبك نفسيا تعبك عصبيا نخليك كده مش مزبوط في حاجة نخليك تعبان نفسيا اما انك فقدت شخص ما عزيز على قلبك اما انك حاسس بالاكتئاب او حاسس ب انك مش قادر تتخطى الموقف اللي انت فيه حاسس بحزن من جواك بزعل ولكن انت بين حول الله وقوته يعني انت جايلك رسالة بتقول اتغلب على اللي انت فيه اخرج من الطبقة دي حاول انك تخرج بحول الله وقوته دايما نقول يا رب اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك انت انت لو عانيت في حياتك من شيء تعبان من شيء حاسس بانك مش قادر تتحمل اللي انت فيه فيه معاناة فيه مشاكل معاك فيه اي شيء بيبقى حواليك وانت مش قادر تتحمل ده في ضغط على نفسيتك حاول انك تخرج من حولك وقوتك الى حول الله وقوته والله ما اعظم الحوقلة ما اعظم الحوقلة لو انت خلتها دايما في فمك وانت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله اقسم بالله ان حياتك دي هتتغير للافضل باستمرار هتلاقي فيها تغيرات 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 من عند الله واعلم ان التغيرات دي جايالك بفضل الله لانك شخص عندك مكانة خاصة عند ربنا ربنا بيحبك وبعيد لك الفرحة قريبا باذن الله ربنا حاسس بيك ربنا بيبعد عنك الاستغلال بيبعد عنك الناس اللي بتقع في طريقك كده وهم عايزين يستغلوك في كل حاجة بيبعد عنك الاشياء الوحشة بدعوة حلوة انت بتدعيها لو انت مشتق لشخص وعايز تشوفه مجرد ما بتفكر فيه بتلاقيه حضر ويمكن انت تحضر على باله ويتصل بيك ويرن عليك ده عشان ايه ده علشان انت عندك بداية فتح بصيرة وبداية مكشفة يعني انت لما بتتصل روحيا بشخص الشخص ده بيفكر فيك بنفس اللحظة وبنفس الوقت اللي انت فكرت فيه بتلاقي الشخص ده رن عليك بتقول يا ربي ده انا لو كنت افتكرت جمل يعني انت مجرد لو افتكرت شخص او فكرت فيه بتلاقي يا اما اتصل يا اما رن عليك يا اما هو كمان في نفس اللحظة دي بيكون افتكرك في باله في الوقت ده معنى كده انك تقدر ترسل تخاطر تخاطر لأي شخص لانك ابتديت فيه مكشفة انت ابتديت فيه تواصل فكري تواصل روحي روحك بتتصل بالمناسبة الموضوع ده يا جماعة فيه ناس بتقول لي في التعليقات يعني هو انت بقيت يا ممالك تقولي رسائل حب ولا رسائل ملائكة رسائل حبيب ولا رسائل انت بقيت تقرأي تاروت لا يا حبيب تقلبي انا ما بقرأش تاروت ولا اعرف في التاروت ده حاجة اصلا الرسائل الروحية لما بتيجي عن حبيب او شخص مشتاء ليك او شخص عاوز يكلمك انت روحك ذاتك العليا عايز اقولك اني روحك لما بتتصل بالشخص ده بالتفكير حتى لو انت بتفكر فيه في مشاعر كره لو انت مش طيقه الشخص ده بيحصل عنده تواصل بالفكر بيفكر فيك بس هو بيفتكرك بالشيء الحلو هو بيبقى مثلا نفسه يرجع فبيحصل ان هو كمان روحه بتتواصل مع روحك بيحصل تواصل روحي والارواح بتتقابل وانا هنا معايا وعوز بالله من كلمة انا روحنيات بيحصل ان الروح بتتقابل الذات العليا بتتقابل بتوصلني انا الرسائل اللي الشخص ده عايز يقولها لك فانا بقولها دي مش حكاية ان دي رسائل حب ايوة فيه اشخاص كتير الرسائل اللي فاتت دي كلها فيها رسائل تواصل الفكري والنهاردة فيه رسالة برضو من شخص بيناديك شخص بيناديك في احلامه شخص بيناديك بيقول كون معي فيه طاقة اشتياء فضيعة من الشخص ده عايزك معاه باي طريقة ناس بتقول يقولي المواصفات المواصفات مش جايالي انا جايالي الطاقة بتاعته طاقته بتتصل بيا بتتصل بيا طاقة ان فيه شخص عاوز يقولك ارجع عايز يقولك خليك معايا عايز يقولك نفسي اكون معاك نفسي ازرع جناين معاك نفسي اكون معاك في نفس اللحظة انا مشتق لك كتير دي طاقات يا جماعة دي طاقات بتيجي بالتخاطر وبتيجي بالارواح مش بتيجي كده وخلاص اصلي مش كل الرسائل اللي انا برسلهلكم بتكون رسائل ملائكة لا دي فيها رسائل تخاطر ورسائل كمان من الروح انا ايلالكم ان فيه ارواح بتتصل بيكم انتو اصلا فيه ناس منكم كتير بتتصل بالعالم الاخر فيه ناس منكم عندها تواصل روحي واكتر الناس دي اللي بتشوف المتوفيين في احلامهم يعني فيه ناس هتقول لي انا ما عنديش طب انا اعرف ازاي انت لو بتحلم بشخص متوفي اعرف انك عندك تواصل روحي ليه الميت ده بتبقى روح روح من العالم الاخر روح من عالم البرزخ بتعوز تتصل بيك بتعرفك اشياء بترشدك لاشياء الروح دي بتبقى محبة عايزة تعرفك على حاجات انت تعملها عايزة تبعد عنك اشياء هتدرك فبتروح متصل بيك عن طريق الاحلام يمكن كمان عايزك تساعدها فبتتصل بيك عن طريق الاحلام على انك تطلع عليها صدقة تنزرك من شيء تلاقيها بتطلع سحر من فمك حاجة كده شعر بيطلع من بقك مثلا ده بتساعدك في خروج السحر يعني الروح بتساعدك والروح دي ما هي الا من امر ربي اعرفوا ان هي لازم تساعدك بامر من ربنا ما ينفعش تيجي تساعدك كده فناس هتقول لنا مش متصلة روحيا لا انت تلا ما شفت شخص متوفي حتى لو شفت طيف في غرفتك لو شفت انوار بتيد وتدفي انت متصل روحيا لو قاعد بتكره القرآن ولاقيت اللندا بترقص كده اللندا بتدفي وتيد مثلا الشاشة عملت تكتكة التلاجة عملت دب مرة واحدة الخب تشتغل ده كله تواصل روحي انت معاك روحانية في القودة كده معاك فما حدش يقول لي انت بتجيبي دلوقتي رسائل حبيب دي مش رسائل ملايكة لاي حيوت قلبي دي مش رسائل ملايكة دي رسائل روح والروح لما بتتصل روحه بتبقى عايزة تقول لك كذا لما انت بتنام بالليل بتبقى نصف ميت بتبقى نصف ميت انت بتبقى نايم وروحك في فكان تاني بتهيم روحك في الحياة تتصل بيك تتصل بشخص تاني الارواح بتتقابل يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله لما تقابل مع الشيخ في دولة تانية وقال له انا رأيتك قبل ما شوفك قال له الارواحنا بتتقابل شافوا يعني اروحهم تقابلت في المنامات قبل ما تتقابل في الحقيقة يا جماعة انتوا لو دخلتوا في عالم الروح هتعرفوا ان في معجزات فيها الهية والله معجزات بتحصل مش شرط انك تشوف الروح الروح لما بتتصل بالانسان اللي عنده اتصال روحي بتتصل بيه عن طريق الفكر اول شيء تديك الرسالة عن طريق الفكر ولما انت بتمسك ورق او قلم وتكتب كل شيء يخطر على بالك في الوقت ده هي كده بتتصل بيك الساعات بتتصل بيك في المنام الساعات بتتصل بيك بهمس في اذن زيها زي الملائكة بالزبط لانهما من عالم الارواح الطيبة انت بتتصلش بيك ارواح شريرة تبلغك رسائل للناس ولا الكلام ده ابدا انت لو شخص بعيد عن ربنا يتصل بيك كل عالم الشر لو انت انسان عندك القدرة على الاتصال الروحي لكن انت قريب من ربنا اللي هيخلي الاشرار تتصل بيك بيتصل بيك دايما عالم الروح اللي من العالم الاخر اللي ربنا اراد انه يخليها تتصل بيك في الوقت ده جتني رسائل عن حب هقولها لكم جتني رسائل تخاطر من شخص عقل لعقل تاني بالرجوع او باي شيء تاني هقولها لكم والله انتو مش فاهمين كده خلاص انتو براحتكم مش كل الرسائل بتكون رسائل ملائكة فقط ولكن ملائكة وروحنيات وانا قلتلكم قبل كده ده انا حتى كتب على القناة تحت روحنيات لو انتو تعرفوا التواصل الروحي تواصل بعالم الروح والملائكة فاذا روح شخص اتصلت وقالت كذا 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 او بلغت هو عقله اللي بيتكلم هو بيكون خلاص في الجسم اللواعي ولكن عقله هو اللي بيبوح بيه اللي في قلبه فلو جاني اي باذن الله شيء من تخاطر شخص وزي ما قلتلكم النهاردة رسالة بتقول في شخص برضو بيناديك بيقول كون معي الله اعلم واعلم هذا يعني الشخص يكون اب او اخ او اخت او ابن ولكن الرسالة فيها اشتياء يكون ابن مشتاء لامه بنت مسافرة ومشتاء لامها مشتاء لباباها هو شخص بيناديك في احلامه بيقول دايما كون معي مشتاء لك جدا فيه طاقة اشتياء بطريقة كبيرة ومش قادر يتحمل وكمان فيه هنا طاقة بتقول فيه طاقة رجوع يعني ممكن يكون الشخص ده عايز يرجع يرجع من سفر يرجع لزواج يرجع بقى مثلا فيه خلاف بينه وبين خطبته عايز يرجع فيه مثلا مشكلة عائلية وفيه رجوع للشخص ده على اللي هو عمله ممكن يكون عمل شيء وعايز يرجع فيه يكون ندم وعايز يرجع فيه مش شرط كل الرسال تتاخذ زي ما انت فاهم اعرف ان كل رسالة لها مضمنها وانت اللي بتفهم المضمن ده لانك انت اللي عندك الشيء وعندك فيه فرحة وبداية جديدة جيالك بإذن الله ربنا مخبئ لك شيء كبير جاي لك في حياتك الله اكبر فيه ناس هنا معايا سبرة صبر على البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن فيه معجزة في طريقهم الناس لسبرة الصبر ده ربنا بإذن الله ربنا هيخرجهم من الطاقة دي وهيجازيهم بإذن الله وهي هيجبلهم بإذن الله معجزة كبيرة في طريقهم ربنا هيخرجك من حولك وقوتك إلى حوله وقوته نصيحة ليك إنك تستخدم الحوقلة أقل أقل شيء سبع مرات بعد كل صلاة أو عشر مرات يعني أنت حاول إنك تكتر على قد ما تقدر فيه الحوقلة علشان دي بتغير مصيرك للأفضل بإذن الله ومتيقسش حاول إنك تبعد اليأس عنك لإنك بإذن الله داخل فحاول وقوة الله يعني ربنا خلاص بيرعيك بعينيته أنا كده خلصت الرسالة حبيب قلبي ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة